موسيقى 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 بيعلم الناس على الحرام وإذا كل واحد بديعمل مثلها نال برادو النصب بصير مصدر دخل ما بيصير عمي اللي للك السرعة على حريماتها ما في داعي تحرمنا نخبرك شي إذا بتريد ما في داعي تعمل شي ما بديعمل اللي ما بيجي معك تعمعه تنباع بالعزا منك لمرترك والله خلاص ما يساء عمان عمان سبحان اللي خلقوا هذا عمك لك سبحان اللي خلقوا اختصاصوا نزع الخطط يعني نهيتوا موضوع الشغل إلا مو بس نهينا تعرف إذا بتنفتح السيرة شو رح يصير شو رح يصير رح أسعير البارودة من مروان وخلي الدم يصير للركب لك حلال عليك إذا بتأغوص عمك جميل أنا بعيد رقل بارودة فجلس وتفجير على سيرة البارودة مروان شنو كانت طلعت لأنص معها بتجنن صير خير الله حلو بنصحكم كل واحد يشتري بارودة بنطلع سواع الصيد سطوشي كتير كتير بس ما أعملها أيهم الواحد بده معها سلوقي كلب يشمشي الابني هيسا ما أعمل شم مليح قالوا أهلين أبو الصيف الحمد لله الصحة منيحة ما بقى يصير أحسن من هيك خير طبعا أنا جاهز إمتى بكرا ماشي مع السلامة ومين هذا أبو الصيف؟ صاحب المحلية اللي بشتغل عنده بلّش شغلي من هول لشهر ما بقى تشو فيني ليش ما الرايح؟ رايح على الأردن والدبضاء على الخليج ليش ما في حلوب الأردن والخليج؟ فيه بس يعني أبو الصيف من زبونات خصوصي ما بيأخدوه غير من عنده وفيه هنيك تليفون مش هن تتصل حتى نتطمن عليك؟ مرحب صرف مصرياتي على التليفونات بعد شهر برجع وإذا صار شي لا سمح الله فيه مين يخبركم؟ يا أبو رقوف، أنت صحتك بتحمل سفر لسه؟ إيش هبت ما نعمل؟ بركي زبطيت وشو هل بنتظبط؟ بركي منقدر نورتهم شي له الأولاد خليوني يقولوا والله يرحموا بدال ما يسبونا ولسه عندك أمل تورت الهم؟ طبعاً، تعرفي قديش طالق لي من هالسفرة؟ قديش؟ خمسين ألف، يعني الله إذا عطاني عمر أربع سنين بتنقش معي مظبوط بورتهم، صح؟ لكن، مش أنا هيك ما بدي أصرف ولا فرنق لا على التليفونات ولا على غير التليفونات شبك في شي؟ لا، سلامتك، ما في شي يا أبي شو تورت لنا ما تورت لنا؟ الله يخلي لنا إياك ويديمك فوق رأسنا نحنا ما بدنا منك شي، بكفي إنك ربيتنا وعلمتنا أنا بدي ورتلكون مش هنحط راسي وأنا مرتاح مشاني مو مشان كون بعد عمر طويل عمي، بعيد الشر عنك يلا يا أمرأ أوف، قومي خلينا نمشي عندي فئة بكير يلا شرف معناها بكرة أنا وميساق منجي موضعك ما في داعي، السيارة رحة تمرق تأخذني من البيت معناها لازم تجي تعيشي عمنا فترة غياب بابا إيه ولا يعريت مرت عمي؟ لا، إذا ما بدكن تتركوني لحالي، تعوا إنتوا وعيشوا عندي أنا ما بقدر نعم برات البيت، تعودت بدي يكون الأخمص لازق بكتفك لزق لأنه إذا قوصت والأخمص مو لازق بكتفك، بيكسروا لهذا الكتف، فمت؟ قلي لازق فيه لاش فيها خرطوش؟ لك هلأ تدريب، ما فيها خرطوش هلأ تعيب لي، عطي بروري لأختك، تعيب ما بدي أنا بخاف، بل كيف أعد فيه؟ لجوكم لها، تعيون حاضر مسحة، خد لجو أخي إخواتك لشوف مين، أوام، أوام، أوام برور فيه مرحبا سيد مروان يا أهلين وسهلين للشباب، أهلين كيف الصحة؟ الحمد لله، تفضل، تفضل، وشرفوا شرفوا أهلين وسهلين، شرفوا، يلا شرف يا أهلين وسهلين يا أهلين وسهلين، يا أهلين ايه سيدي من اولا البارودة وينها جيب لنا يعرفنا نشوفها جوها مرخصة البارودة انا لا عرف لنا مرخصة بدنا نشوفها جيبها ليش فيش دي؟ بدنا نشوفها اي طيب هيسام هيسام نعم بابا جيب البارودة وعطينا خرطوشتين من الخرطوش طبعا ليش؟ بعدين بتعرفت هات خرطوشتين هلا حاضر لك يا هيسام هيسام جيب خرطوشي وكالي وخرطوشي دك ما عندي وكالي كله دك لك يا هيسام ماشي بارودة سيدي وين كان ابوك مبارح؟ بالصيد سيدي ما خلا خرطوشي اعتر عليه واس كلها صفير سيدي انصرف شكرا سيدي عم يقول لك انصرف ها كنت بالصيد مبارح بنا الشابية ليش ممنوع؟ لا مو ممنوع مي كان معاك المغضوب ابني هيسام والخرطوش وينو لك يا جندال جندال بفضل سيدي وانت كنت مع ابوك بالصيد؟ لا بس اريسام صرف الله لا يوفاك بدنا ان اخدهم معنا وبعدين من رجالك ياهن اذا ما في شيء طيب ممكن اعرف شو القصة؟ ايضطمن لا تخاف اذا ما عابل شيء لا ماني خايف بس ميشان ما يضل بالي مشغول اي لا 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 تشغل بالك اي شو مفكر بالي بيشتغل على الزر ايك السوقط في يعني لا بس ميشان يعني اعرف شو القصة اي ما رح الله شو القصة ما سمعت بشي اسمو سرية التحقيق سرعة الله يسامحك يا عمي حدا طالب منو يشتغل هلأ يا الله خلي طلع يتفرج على الدنيا انا مشان هيك عم احتي عمي صحتو ما عادة تساعدو على هيك سفرات طالما حابة خلي يشتغل بعدين المبلغ مغري لك ما يساق كل سفرة الشهر اكل شارب نايم خمسين الف ورقة شو بدك احسن من هيك كل العالم تتمنها اي بس لازم نشوف ان نحلمش عن السكن سكن ايش اذا كل ما بده يسافر بدنا نسكم مع امك شو كلي شو بدنا نعمل ما منقدر نتركها لحالة منروح كل يوم ساعد زمان منتطمن عليها ومنرجع على بيتنا ما بيصير هاي مرة كبيرة بيجوز يصير مع عشي بالليل لا سمح الله يعني لازم يتم حدا جنبا لازم اي انا خايفة ترجع الاسطوان القديمة بكرا انت بتروح الشغل وانا بضل كل نهار وشي بوشا بدك تتحمليها بكرا بتقولها تركوني لحالي طيب امري لالله اي رو ابو عيسم شبك قللي لي ليشو انت حاطت شي واسطة لحتى عطوك الرخصة لا ليش عم تسأل يعني البركي واسطتك طارة تقام حدا شي تذكرك وقرروا يسحبوا الرخصة منا لا لو بنسحب الرخصة قالوا قالولي قللك حدا من القرايبين اك مغضوب عليهم شي لا اعوذ بالله انا من حسناتي اني ما اضع من شجرة حتى وقت بعبي اي استمارة بحط شحطات محل القرايب حتى حيات ما لا ابدا اي قرايبين ما لا غير اخ واحد كتير مرضى عنه ما في بجنبه ولا اكس مهدد حدا شي شلون مهدد حدا يعني بجوز تكون مهدد حدا بالقتل قام خبر عنك فسحبوا منك البارودة لا بحياتي مهددت حدا لا يا ربي تذكرت من عشرين سنة هددت واحد وعلى تعصيبة يعني هي بجوز يكون حدا بيكرهات مدقع عليك ومو شعط تكونوا مهدده عن جد طيب قللي بقى ليش اخدوا الخرطوشتين اوهو علينا ابو هيسام كل ما طلعنا لك فتوى بطنعنا بصة جديدة خلص قول ارتاح وريحنا عيماد نعم امي هلا السفر على الخليج بلاوية لا امي لا عجواز السفر والفيزا الواحد بألف يويلاء حتى ياخدها بيموت مئة موتي حتى ياخدها وما بياخدها عجيب شو هو اللي عجيب امي ابوك شلون سافر على الخليج بدون جواز سفر ليش عمي ما معه جواز سفر لا ما معه انا متأكدة معناها برجو على الحدود بدون جواز سفر وفيزا مستحيل يدخلوه مو معقولة شوالط صغير بعدين الجماعة اللي عم يشتغل معوه مستحيل يبعتوه من غير ما يعملو له فيزا قبلك عامل جواز سفر من غير علمك مرت عمي لا امو عامل انا متأكدة ما معناها ابي مو مسافر برات البلد هيك احساسي عم بيالي انا هون وين بيكون راحلكا عيماد معقولة ابوك يكون فاتح بيب تاني ما بتصوّع اني ما بتصوّع غير قادر لا فيزيولوجيا ولا ماديا ما يساق يكونوا دول الجماعنا ويلو عالشر لعبوا بعقله واخدوه ويعملو له شغلي لا سمح الله على شو اني على شو ابي مالو طمعة منوب حتى يعملو له كلها المخطة لا امو عامل حل لازم نخبر الشرطة خبري الشرطة مرت عمي شو نخبر الشرطة نخبر الشرطة ابي راح بإيرادته امي انتي بتاعفي الجماع اللي عم يشتغل معهم ابي شو بيعرفني انا انا كل اللي بعرفو انو في معلم اسمه ابو سطيف رح تجننوني انتو ها رح تجننوني كل واحد بيعمللي مغامرات غير شكل وغير شارلوك هولموس والدكتور واتسون ما بيحلو رموزة ليش مين كمان غير ابوك اه؟ ما حدا يعني نحن اسمعنا طرطيش حكي من العالم مو تفكروا نحن ما بنعرف شي طرطيش حكي بخصوص شو؟ انو يعني ميساق عم تبيع شغلات مرت عمي رجاءا؟ بدنا نبليش؟ ايه ما قلنا شي بالعكس انا مدحتك قدامه قلت انو ميساق بتحب تساعد جوزها بنت اصل امي خلاص سكرونا عالموضوع الله يخليكي خلينا نرجع لشغلة ابي كيف ممكن يكون سافة من غير جواز السفار والفيزا صعبة كتير؟ اللي عم تطلعوا فيه ايه؟ شغلش عم تطلع فيك ايه؟ صبي لهم مرتانة يعني؟ مروان ما شاء الله صرت صابت لهم ثلاث مرات كم مرة بدي صبي لهم بيكفي هيك ماما ايه؟ لا ما بيكفي ايه ما شبعوا؟ ما شبعوا؟ ما شبعوا؟ الجيوش تزحف على بطونها بدنا نقفل؟ لك ما اختلفنا الجيوش تزحف على بطونها بس التناجر ما بتزح اكتر من كيلو رز؟ شو عمل يعني؟ خلصت تطنجرها؟ خلصت شو نبعه؟ شو يعني هلأ ما نروح ناكل عم ججيران يعني؟ خراشوا لها حطيلوا الحواضر ماذا الحواضر؟ كل هالأطرميزات وين أنا كان؟ الأطرميزات ما صالحوا لنو حواليهن ولادك نزلوا فيي هاتا تكبتا تكبتا وإنتا بين الوجبات يعني واحدهم ما شاء الله بينزل بالأطرميز لباطل هون لا تخيليني حياة، لا تخيليني لو هالحكي صحيح اللي عم تحكي كان كل واحد كرشه قدامه متر ما في ولا واحد إله كرش لأنهم متل السمرمر بياكلوا بيهرهروا ما بيضل جواتون شي قوم فتح الباب ولا قوم إذا ما ضل أكل هاتوا مصاري بفتح الباب وبطلع على المطعم بشتريكة مصدوشي فرافل قلتل لك قوم فتح الباب هلأ بعدين متتحورة أبوك هون؟ هون هون أبي ايه بدك تروح انت وياه مانع المغفر انت وياه المغفر؟ انت وأبوك أنا كمان ايه لكا ما كنت انت وياه بالصيد؟ أنا العياري اللي ينصاف فيه الرجال نفس نوع العيار تبعك ونفس الاسلاح منشان هيك نحنا عم نتهمك مو عم نتصلبط عليك صلبطة سيادة المساعد تلتة ارباع بواريد البلد مثل باروتي والكل بدك نفس الخردق بقى يعني هذا مو دليل كافي مشان تتهموني ما هيك؟ اكيد نحنا ما عم نتهمك بس مشان هيك نحنا عنا دلائل اخرى دلائل ايش كما؟ ما حدا كان عم يصيد بالتشاري غيرك هذا حسب اقوال الشهود وحسب اعترافك الشخصي مظبوط؟ مظبوط سيدي بس نحنا مالتقينا مالتقينا ولا بني ادم هنيك يعني اش لومنا نقوص على شي ما شفناه بالمرة؟ بركي هذا اللي فكر نواوي انواوي بلا خراس خراس سيدي مزحة مزحناها لا كان فيه واوي ولا شي يعني طلع لبرا مروان اذا بتريد سيدي هذا ولد يعني مرد عرفت كيف يعني عم يمزح وما بيتاخذ على كلامه يعني قلت لك طلع لبرا نصري هلأ بيوردنا بشغلة مو عاملينة بنوب نحنا عرفت كيف يعني نحنا ولن هذا اجد طلع لبرا العمش وما بتفهم انت وين رأيه؟ طاه يسام طاه انت طلع لبرا طاه حبيبي طاه لا تخاف طاه احكي له شو شو بدي احكي عمو؟ كل شي ما بعرفش يا عمو وشو قصة الواوي اللي كان ورا الصخرة اه؟ ما كان في واوي اف الصخرة ما كان في واوي لكن شو كان في بني ادم اه؟ لا واوي واوي؟ هلأ قلت انه ما كان في واوي؟ هو يا واوي يا مواوي يعني كان في شو بس شو، يعني واوي او مواوي حزيرة اهي؟ لا اهو يا عمو في شي فات اف الصخرة ايه؟ انا ما شفتش بس ابي شافو اهام ابي فكرو واوي فكرو يعني هو مواوي سيادة المساعد انت ليش بدك تزلقني؟ ابي فكر واوي بس هو يمكان مواوي يمكان طبع يمكان كلب يعني ابي خربط بين حيوان وحيوان مو بين حيوان وبني ادم وليش ما ذكر الحادسة لما حكى؟ اه؟ ما بعرف بجوز مشان ما تدبق فيه متل ما مدبق فيني يا رجل لا كان لا فيه لا واوي ولا بطيخ انا عملت كل هالقصة مشان اعمل حالي صيب يعني معقول اوي صواوي واتركه وارا الصخرة هاي علت كل الصيادين الكذب بحياتي ما شفت صياد مو كذب يعني يعني ما بصير مشان كذبة اتهم بقواس بني ادم منشان تالي مرة تتعلم شو صار معك وليه شو تلا يصير معي يعني اعترفت الله لا يوفقك مشو اعترفت اذا ما اعترفت ما لا هيحل عني دخي المروان يا صابر وعجز لي يا عيزم حاضر سيدي فوت 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 ولي بيينتم معصتي طاعة دي طاعة طب البيتك علي طب اي شعده ايه وهلّا سيدي علشو بدي يحلف لك انه انا ما دخلني بشي انت صحيح ما دخلك بس انا بحملك المسئولية اليك بالدرجة الاولى سيدي هذا ولد لا تصدقه يعني هذا لسه مبالغ كيف تاخد كلامه محمل الجد انا ما اوبوسط حدا نحن عطيناك الرخصة اليك ما كان لازم تخلي البارودة توصل لأيده لأيد مي؟ لأيد ابنك لو ضليت معلق بكتفك ما كان صار لي صار بسبب اهمالك ابنك اوصوا للرجال ومين اللي اوصوا للرجال؟ خلاص خلاص ما في داعي تكبية ابنك حكالنا القصة بالتفصيل قصت شو؟ شلون اخد البارودة لما رحت تعمل كاسة شاي وشلون اوصوا للرجال؟ ابني هيسة بحكالك هاد الشي؟ ايه ابنك؟ السياد المساعد يعني بتصدق حكي ولد مثل هذا وليش لحتى ما صدق؟ اه؟ كل الدلائل المتوفرة ما كان ناقصنا غير الاعتراف وابنك اعتراف يعني انا يعني بظن ان ابني حكى هيك مشان يغطي علي انا اللي اوصت وهو ابنك اللي بده يغطي عليك ولا انت بده يغطي علي ابنك؟ لا انا عم قلك الحقيقة والحقيقة فقط صابير دخلي هيسة من اللي اوص على الرجال؟ اه؟ انا اطلقت النار هلا يوفى انا اللي اوصت لا تصدوا لا تصدوا بقرشيك بالبيت انا اللي اوصت هلأ هيك بنضل قاعدين نشاعر كامل عم نستنى شو بنا نعمل لك ما عنا ولا طرف خيط توصلنا لأله الخيط بده دوارا الواحد هو قاعد ما تجي الخيطان لعنده طيب إذا هلأ بدروح دور عليه أنا وين دي دور طيب ليش مام نبعت على برنامج خبرني يا طير بلا حكي فاضي ما يسأل خبرني يا طير خبرني يا طير بيتصلوا عليه إذا واحد نضيع واحد أبي مو ضايع أبي عم يشتغل شغلة من ورى ظهرنا يعني هيك نتركه وغير ما نسأل عدنو لا نستنى شهر وبعدين نتصرف طيب عماد بالك يا عمي متورطة في شي شغلة وخجلان يحكي شغلة شو ما بعرف يعني خمسين ألف على البارد المستريح خمسة ألاف ورقة بالشهر شغلة بتخلي الواحد يشك ما يشك بشو يعني المبلغ كبير مقارنة مع الجهد اللي عم يساوي يا عمي يا ربي تسامحني ما بعرف مدري شلون حاجتك شلون ومدري شلون افهمنا بقى احكي يعني عمي كبير القدر طبعا بس بلكي يعني عمي كبير القدر كبير القدر احكي ما يسا احكي شو قصيك ما بدي احكي طيب بقصد بقصد احتمال احتمالها عمي كبير القدر بس بلكي لا 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 مو معقول يا ابنوب عمي كبير القدر ميساء نشفتين لدمنا احكي بقى احكي ما رح نسدد طيب فرضا يعني مثلا بلكي لا 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 عمي كبير القدر اعوذ بالله احكي ميساء احكي احكي يا امي تكسر دميها بلكي عمي عنده شي تهريبة وعم يشتغل بالممنوعات اي ما في تهريبة بتتحمل شهر ميزخ لما هربين بيروحوا اربع خمس مرات وبيرجعوا بالشهر ما اقضي من بلاد الشام لكان شو اقضي بلاد فارس من فترة تلع مسلسل في واحد بيبعتوه لبرا وبرجعوه على حسابه بيحطوه بشنتيه وشغلات ممنوعة اي ما بيبعتوه بيروحوهن هن الاصحاب صوابق بس عمي ماهدي بشك فيه فيش تهبادة فيش تهبادة مرت عمي مظبوت مظبوت أنا شفته هذا المسلسل معقولي أبي يشتغل الشغلة أبدو ما يعرف والصحي يعني حتى هيك كمان ما بيقدر لأن ممعه جواز سفر أوه أعلي أنا ما يساء تاني مرة تذكري أنه ممعه جواز سفر شأن ما تحطينا بالدوخة تبعك فوطينا بالحيطان أخ دوقتوني دوقتوني إنتوا الاثنين هلأ أنا مو المهم عندي أعرف مين اللي أوص بالتحديد أنا المهم معرف تجاني تفقوا أنتوا الاثنين خلوني أعرف مين بدأتهم شفلي هالوش سيدي شفلي هالوش الحمل الوديء هدا بيعرف يصيب شيء صبته بصدفة سيدي أنا صدفة بكافة الأحوال أنا المسؤول إذا بتحبتك مشواحد بريك مش هو أنا شايف راح أتمشكون أنتوا الاثنين وأخلص بق شفتوا له شفتوا له مشان شهامتا بلاتنا نحنا الاثنين شو أصدق أه ما قصدي شيء سيدي بس ابني طبل طبل كبير يعني حبي اعترف مشان ينقذني وأنا أطبل منه حبيت اعترف مشان أنقذه بكل أحوال المي بتكذب الغطاص نحنا بعثنا ورا الرجال وهلأ بيجي في قطع الشك باليقين يعني لسا تطيئ ليش خفت سيدي أنا ما خفت أفرحت أفرحت كتير كمان فكرت الشخص اللي أم تحكي عنه قتيل لا سمح الله خلي يجي سياد المساعد أمن أول عرضونا عليه طالما بيعرف مين أواز خراس ولا خراس سياد المساعد بيعرف شغله دخل اجا المصاب سيدي فوت يا علاء فوت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله اطلع لي منيح فيهم شف لي مين اللي مين اللي قوصك ايوه 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 سيدي هالشوارب تقليد شو تقليد نخب أول هدول أصليات مساكنتوا يا كل واحد من طرف إذا بتكون رشدوا ولعبوا فيهم شد حبل مش هلتأكدوا ليه خلص خلص مصدقينك انت ليش عم تسأل عن الشوارب آه سيدي لأنه اللي قوصني ماله شواري ماله شواري ماله شواري وليش ما زكرت على الشي بالمحضر كنت وفرت علينا بلاوي سيدي زكرت ماناتا صابر نسياني سجلي يا الله مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة تسمحني لأنا نسهل سيدي إيه طبعا طبعا يا صابر عطيل بأرودي وإنت كمان الله معلك ما شان الله من بكرة الصبح بتدباري لهباعة مو نقطنا مصاوب فينا لو ما في مصايب ولا شي مثلوا ما أهل جحش يعترف هذا ما كان هذا قنرى بصوبنا وإهدبه إطلع حالي يعترف وخلصنا هؤمنها على الغرفة تبعكم يلا رمال للا شو يلا شو هار يا مروان عنجاد عنجاد اذا بدك تبسلك ايدك بس خلصني من هالبطيخة خلص طبلي بالك رح خلصك منها بس لحتى اشبع منها ماش بعد اين تبدك تشبع منها لحتى تروح لك اربع خمس اتلا ده لا من يوم رايح قررت اوسع الطاير الله يجير ما ابصر شو عم يستنانا لسه لقدام لك لا عم يستنانا ولا جي خلاص ادي تعرفيها يا شو هالولد رغم انه اعترف وتجحشها بس كبر بعيني رجال معدال ضحى بنفسه من شاني والله شايفتلك نحنا كلياتنا رح مضحي مشانك بس لحتى ترتاح ايمة بقى برغلة شرف ابو ايسام الحبيب ايسامو يا معلم ايشوا الديمقراطية هاي اي صح او اله اهلين اما شغلة ابوك ما بتحيل ايه ده بتحيل ايه محلي شو بتعملوه دعني انا محلك بدور على حدا عنده محل حلو اسمه ابو سطيف وبشوف شو اللي الصعب وما ادرك انه شغلة الحلو كلها تطلع تقليف بتقليف متل شغلة الخليش لك اخي انت شو خصنا دور على حدا اسمه ابو سطيف واسأله ما عم تقول امك سمعته عم يقول ابو سطيف على التليفون ايه نص البلد ابو سطيف عن اي ابو سطيف دويسة عند الكل ايه الدولة اللي هي دولة اذا بنتعمد احصاء كم ابو سطيفي في البلد بدنا شهر كامل فبداك عمالي طالعول لحاله طيب والحال طالما قالك شهر معناتها بيعرف لاوين رايح و اي ما تراجع فاستنوه شهر و بس يرجع اسطنطقوه لك بنتي ليش لا تستنوه لشهر بجوز ابوه بوضع مو كويس بس هو ما بيوردكن معو طيب شو لازم ندور عليه ونعرف شو قصته ونقف جنبه شلون يعني بتركوه علي انا ابابا لا تتدخل الله يخليك لا تتدخل لان بكرا اذا صار شي بتطلع انت السبب ميسا عيب تحكيك مع ابوكي ابوكي بتدو الخير باعرف هو دائما بدو الخير بس دائما متطلع معو بالعكس انتي شو فرقة معيك انا بعمل اتصالاتي انزبطت زبطت ما زبطت مو خسرنيشي انا ما خايفة ما تزبط انا خايفة تزبط ميشو خايفة ما بدي قلق مع مرت عمي مشان الله مدونش الامور بناعتما واقفي على الشعرة ليش في شي جديد كمان بس النار تحت الرماد لسه ما انطفت ومرت عمي بتضحجي مشان تتبلاني خلاص جمي ما في داعي خلاص متل ما بتكون هيك ها الله يخلينا ياك يا عبي م ـ هات تقوى برقدي دغزة مش صلق هالإدين هلأ بدت تقنعني إنو ؟ مخ أب ورقوف مو أدمخ العصفور غالك له الامي غايب حتى يخضع مبتعش وليش اخبي عليها يا سيدة لو كانت الشغلة منيحة ما كان يخبه عليها مبتع الله مبتع الله الله سليلي ياسر الله يوفق امتي حما خوط قبل اني خوط الله يوفق حد كثير مرحب عمو علي علي عمو أبوك هون اي هون تفضل فاي ولا ناي لا فاي عم يتغدى تفضل تغدى معنا عمو خير الله كثير لا اسمح لي مالشي ناديله وقال له أبو اسيم عايزك اي على عيني بابا على أبو اسيم عايزك والله طلي عيونك اهلا باسيم بيت لك يا هاي لا 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 مورا باسيم فضل لا عايزك بموضوع مهم فضل قول رفقاتي عازميني على الصيد وبرودة ما فيه أختك موسيم شو قالتلي ما لك غير أخوك أبو هيسام على رأسي ايمت بدك يا البارودة اليوم بالليل رايحين تكرم عينيك ليه رجبلك ياه فيه طريق اتجاهين اتجاه روحة واتجاه رجعة أنا شو بدي بكل هالحاكي أنا بدي أعرف وينه بالظبط أمرقوف أنا عببصر لك بالفنجان ما عبضرب لك فيش يعني مو مبين بالفنجان هيك أو هيك شلون بده يبين كله بني الفنجان ما في علام دول جوا ما في داعي خلاص أنا بعرف إنه مسافر بس بدي أعرف وين بالظبط موسيقى 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 بانتقال ماذا يا حيات؟ المشكلة هالبارودة، بارودتني الله حسب نسبة مشاركة كل واحد ويا دار ما دخلك شك شو رأيكم؟ أنا موافق وانتيني؟ إذا بتمكن شي على يد محامي ما خبروا الشرطة هنا؟ خبروا الشرطة، بس ما خبروا أصعب، لا أخبروا أصعب الله لا يوفق، لا يسعب أنا اشتركوا بخطيتوا بارودة الأوسي مش بخطيتوا إياها؟ هالبارودة بدأت جيبنا المصائب ما كنت تقتنع مني اتفقنا على المصاري خلاص حيات، نكفين المساعي المكرة لا، ليش مكرة بعد شوية؟ لكن احنا عطيناك الرخصة إلى يعني استخدام الاسلاح محصور فيك ممنوع تعطي البارودة لحدا ما عكحة، السيد المساعي بس يعني، لكل جوادين كبوة إذا كل كبو يبقتي البلاح الجواد، أواصوا أحسن سيدي جاري أبو سيم اجل عندي، قال لي عيرني بارودة مش هطلع الصيد استحيت منه، قلت ما حلوة خجلي قدام رفقاته لو بعرفه بده يأوص مرتو، ما بعيره ياه سيدي بالغلط سيدي بالغلط، اجت برجلة، ما بدي ياهتي برجلة أنا لا وقع علي هون، أريد، وقع وقع علي هون، وانا سيدي شو هلّا؟ شو شو هلّا حبيبي، على بيت خالتا وانا سيدي؟ كمان على بيت خالتا سبحان صابير خليلي يا هون عندك أمانة من حياتي ما شفت واحد مهمة لأدها البني هذا لك يا رجل حدا بيعير سلاحه لشخص تاني مش كل شعبنا انه نصه بيستهي ونص التاني بالحياة بيكون استحاقه مع طيارة تعرف أنا متوقع له هالنهاية هاي من لما جاب سلاحه شو بدأ بتعمل يعني؟ كل إنسان بيتعلم من كيسه لك يا مصبوط كلامه بس الواحد مو كل شغلة لازم يتعلم من كيسه يعني فيه شغل هذا كتير لازم الواحد يتعلم من كيس غيره مو من كيسه يعني بابا راح طول بالحبس شو بعرفني لك أنا مو همني أبوكي أبوكي بعرف وينه بس هدوليك أخواتك العفاليت ما بعرف وينه اللا هلأ بيكونوا عند رفقاتهم والمرة بيغبوا هيك برات البيت وينك قدت له هلأ أولا؟ كنت سهران عند رفقاتي ولكل الساعة يدعش عند رفقاتها؟ هلأ كلمة بيسهر عند رفقاتي لك تعمليلي فيها تحقيق افهمنا بقى لو كنت صغير مو هيك اف شو هاد يا؟ تامرين تاسع عشر خضوا اضعوا لا احلي عنا يا أنا فايت نام بس بكرة الصبح ما تنسي ما تفقيني بكير لانه متوعد انه رفقاتي من الروح على حمص ليش؟ لأنه لا حضر دوحته الكرامي امتي كسر راسك تكسير مو ناطلي إلا دور عليك لحمص كمان ماما ليعلي لاش مضربتي؟ هلا لا يجي يدعك الشمتير لكبير بدي أضربوه بدي يصلخ وصلخ بدي يخلي العصاية تعلم على جناو بدي يربي لكتنين سوى فيه مصال خير مصال خير الله لا يمسي عدوينك بالخير وين قد له هلا أولا؟ وين ماكن تكون؟ ما حدخلوا فيني المي أنا حر بدي يخلي هاي العصاية تحربي بدنات أنا بورجي بعد هاي تلقلت امي مو كل واحد فشخ القفلنا فهمي بقى بطلوها العادة همي تعلي صوتي علي امي ما عم علّي صوتي عليكلي انا عم دافع عن نفسي انا هلق رجال البيت وكلبتي هون ما لازم تصير تنتين وما بيجوز تنكسر هاي بتين دام هالولاد فتينها بصير تروح من بالك جوزك مجغول براسه ألف شغلة انتي شوفي براسك مفيش شي كنت عم فكر بعمي مرت عمي اي مو حجة هاي شو بدن يقوله العالم جوزك مصاحب واجيب خلاص امي ما يساق معها كان لازم تذكر لحالي يدي محبوسك فيقي موش فيقة لا تدافع عنها انا عم بحكي بشان مصلحتها هي انكتر خيرك مرت عمي الله يقلن اياك يا رب الله يديمك بالمرات الجرهي ما رح انسه اي مو تفتكري انا عم بحكي كره فيكي انا من محبتي لإلك عم بحكي ما عرف مبين مرت عمي لش مو مبين نفس الشي الشعور متبادل طيب يا جماعة اللازم مروا على بيت مروان قبل ما اطلع الشغل شوف اذا بدون شي الله معك يا روحي يا حبيب قلبي انت شو تبخلك عيمان محاشي محاشي امي لانه اي اتلي تانية نفس الشي بنسبة لي على عيني اعطركم مع السلام مرحبا مرحبا يا روحب اعتنا عشبه كمان انت اتذكره ويمكن مروان بيلاحظ علينا بعد ما يطلع صباح الخير اختي مهيسا اهلين صباح النور تفضلوا ما بدنا عزيمة بس نحنا جايين يشوف اذا لازمكن شي بدكن شي يعني كتر خيركم ما قصرتوا امانة الله مهيسا اذا لازمكن شي دغري تحكي كتر خيركم كفيتوا وفيتوا شوال حكي اختي مهيسا نحنا رقبتنا سدادة مروان اخونا رح نزعل كتير اذا درينا انه بحاجة لشي انتوا ما حكيتوا والله ماني عرفاني شو بدي قلكن يعني محرجتوني انتوا بصراحة احكي قولي ولا تخجلي اختي مهيسا يعني لما اخدوا ابو هيسا ضل الجزدان بيجيبتوا بصراحة قديش لازمكن اختيم هيسا في ميريني خمسمائة ليرة و بس يطلع ابو هيسا بازن الله منصدلكون ياه تكرمي تكرمي اختيم هيسا الله يكرمي محظة واحدة بستأتع شوالي ادي معا وما ايلا متين ليرة وانا ما ايلا متين برا اختيم هيسا اختيم هيسا هادول اربعمائة برقة المسا مجيب لك كمام مية لا ما في دهي الظاهر انتو كماما معكم معلش لا لا معنا معنا بس بالبيت شو عم تعملي رح ضوئك اليوم قاتوا من تحت ايدي شان تسبيني وليش لح تسبيك لانه ما رح يطلع قطيم من القاتوا اللي انت بتعملي ما شاء الله عليكي نفسك طيب على الاكل لا لا مرت عمي هلا القاتوا اللي انا بعمله قاتوا والقاتوا اللي انت بتعملي قاتوا يا مو مشكلة معك معك بتتعلمي لحالي صعب اتعلم صعب لازم تعلميني يلا مرت عمي علميني قابتيني كل توجيهاتك وإنشاداتك تفضلي مو هيك بيخفق البيض مشان لقاتو علميني طيب هاي شوفي شلوم بيخفق البيض لازم تتعلمي تطلع شلوم تفهمتي مو هيك بيخفق البيض مو هيك بيخفق البيض اولي يا عيدا ولي فيرا يا حباة عند رفيتي عند رفيتي ولكن مالك مزيت بظلط اللي وكان تشاورني وتاخدي اذني اخد اذن هايسام اذن مي هايسام ولي nations أنا واحدة اللي بسمح وبمنع فهمتي ولا لا؟ فهمتي؟ شولا؟ صاير عم تسمح وتمنع موهين؟ ايه حاجة امي حاجة، هذا حقي، انا رجال البيت ولمع بغاية خراس ولا بس انا عمك امي على عيني وراسي، بس اذا دخل حرامي على البيت لعدم تبذأ أبوشي انا ياه، ولش لاحبت تبذأ أبوشك يا قطة؟ لأنه كل هاتنا رح نتخبأ تحت التخرج بس انا تحديداً لأنه رجال البيت يولد فوق، يعيب الشوم ايه خراس، يا بتمشي مثل البني آدم يا أمي بدي خلي أبوك بس يطلع من الحبس يسلخ جزك على العضبك، فهمت ولا ما فهمت؟ لا أما فهمت، ولا تحدديني بأبي لأنه أنا ما بنشي بلغة تهدي هاي سام لا تتنمرت، وتأكد أنه أبوك طالع من الحبس يعني بدل يطلع من الحبس بس لا تنسي تحسب حساب أنه إذا ماتت أم واسيم، يمكن يروح فيها مؤبت لك يخرب بيت عدوينك أما تفاول على أبوك، قولي بعيد الشر ولا روحي عنها حاجة بامشان، الله أمي لازم تعرفوا شي، أنه لازم تبطلوا تحاكوني بهاي اللغة لأن طول ما عم تحاكوني بهاي اللغة، أنا راح أضطر أني عاملكم بهاي اللغة بطلوا راح سلكم، فهنتي بقى؟ شو عم تعمليك معه؟ ما عم تعمليم شو عم الله ما تزحكي؟ باعرف إنه التابولة طبع مرح تطلع قصيب من التابولة طبعي، بس بدي جربي جربي؟ مرح أحكي، بس مرح يطلع بإيديك باعرف عم حاول، بس كان بدي أستشيرك بشغلة كتير مهمة بشغلة؟ بشغلة إيش؟ بعد ما عملت ببولة بدي أعمل كبة، وبدون تدخل مباشر من حضرتك، أكيد ملاح تزبط معي الكبة بدها خبرة، بس تبلشي تعي الليلي هلق دغري بدي بلش، مش عم بس يرجعي ماضي قبر قلبي، لاقي كل شي كل شي جاهز شو قصتها هاي؟ راح تجنمي، شوجع على بالها؟ هاي؟ هلق بس خلص، بدي روح لعمد اللحام قبل ما ينفق وشو بدك تعملي باللحمة؟ مو أنا اللي رح أعمل، أنت اللي رح تعملي، أنا ما بعرف أعمل مثلك لأني مرحبا، عطيني عماد إذا بتريد، مرحبا عماد، كيفك؟ لك ليش ما قلتلي إنو عيد ميلاد مرتك اليوم؟ المخلوة عم تجهز حالها من الصبح بالمطبخ، وخجلانة تحكيلي ليش أنا متذكر حتى خبري؟ منيح اللي ذكرتيني، أمي راح عم بالي شغلة منوب طيب، مع السلامة ماذا بك يا عمد؟ من وين بتجي الخوازيق للواحيب؟ خير عمال، شغل دلي بالي، شوفي؟ اليوم عيد ميلاد ميسار ونسيان يا سيدي، ولا اتذكرت شو صار يعني؟ أنا ماني مزعوج لأني نسيان، مزعوج مشان الهدية، لازم جب له هدية طبعا، يجب، يجب، تشيب له هدية، يجب يجب موسيقى على بيت أهلك العزيمة؟ شو بنا نعمين؟ طالما أبي مو هون يعني؟ ماشي الحال سيدي، مو مشكلة حي يا عمي، أنا مو جاي مشان هاد الموضوع أنا يستر عرضا غمي، ما معي ولا فراني، هاتي لك لابنسا عطينا شوية مصاري، بدي يشتري له ميساء هدية بها المناسبة، يعني مو حلوة سمعت جميل؟ لا تلمحي لي، أنت نفسك ما بتعرفي بأي يوم ولدتي ما بتعرف؟ ما بتعرف، أم قالت لي، وقت اللي ولدتها وقت التلجة الكبيرة ومن يوم ما تجوزتها بلشت الجفاف، وما عدنا شبنا التلج بنوب لا تلمح لك ما بتعرف، التلجة الكبيرة اجت بشباط حديدي لي يوم بشباط، بجيب لك كل مرة بقول، عجب أوله بآخره، وبتروح الشغلة، بدي يوم محدد يسلموا على هدية يا عيماد، بس ما قولي ما بتعرف أمتى هد ميلادي انت؟ يه، اسمعوا على الحكي، بك تخليني يزعل منك ميساء، معقول إنساء هالمناسبة؟ طيب أمتى هد ميلادي؟ سمعتوا؟ جايين وجايبين هدية وجايين مبارك، شو أمتى هد ميلادي؟ بدي التاريخ بالضبط اليوم، سبعة وشرين سبعة، ارتحتي شلون سبعة ورشرين سبعة؟ عيبة 18 عشرة خلقت ميساء شو هالحاكي؟ شفت لش عم بسألك؟ معقولة تنساعد ميلادي انساء الله، ماكينا كنسيت، ماتو عخزيني، فت ببعضي، بس اي 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 انا بالنسبة لقلي، كل يوم عيد ميلادي ولاش بعرفتي لما كنا بالبيت؟ شو بعرفني شلشتونا بالهدية؟ ولاش لك من الصبح عم تحضري ميساء خانوم؟ تعالي من تغير جوه شوية مرت عمي حتى ما يضل باله مجغولة على عمي، الله يرجعه بالسلامة يا علي عمي يا حصرتي عليك، نحنا قاعدين هون عملت بردخ وهو الله أعلم شو أحواله هلا؟ حيال الحمد لله السلامة الله لا يسلم فيك يبلا عظم هيك بس ابل العالة؟ عشر تيام بالسجن زابليني؟ بلتطمنوا علي؟ كنت ناوي اطلب من عدنان و عماد واصلوني لعندك بكرة ليش عماد و عدنان؟ شو ما في رجال بالبيت؟ ما في رجال، ما في رجال، خمس تيام صرنا بدون رجال بالبيت ليش وين هيسم وجندل؟ لا، هيسم، جندل جندل طلع من جمعة لحمس بضي يحضر مباراة للكرامة والوحدة وهيسم من خمس تيام راحوا لهلا ما رجعوا ما بعرف لوين وانتي شو عم تعملي هون؟ رجل كرسي؟ ليش انت خلتلي هيبة بالبيت؟ ولك ما بيخافوا من حدا بهالبيت غير منك بس ترجعوا برجيهم، وين البنت؟ نايمة بقضطة، شو ما في رجال معاك؟ ترجعوا لي الأضياء، بس ترجعوا لي بيسحبوا مني الرخصة بالله شو؟ شو عم تنون؟ يعني ما بيسحبوها إلا ليرحلوا شيئتي؟ لا لا، هالمرة راح يصير في رقابة صار مع البارودة ما حدا بيلمسها غيري، ما بتطلع خرطوشة منها غير إذا كنت بعرف وين ومغاطحة مثل عين الجمز صدقتك هالعشرة أيام بالحبس، ربوني ان شاء الله تعرفيني شفيت بالحبس؟ مين؟ أبو رقوف، بس ما بعرف إلله لعماد ولا ما إلله، محروج منه ليش حماد ما بيعرف؟ قايله نمسافر على الخليش تب ليش حبسينه لأبو رقوف؟ ما بعرف إذا ما سألته؟ لا، أنا شفته من الشباك عمير عبطائرة بسحة التنفس، هو ما شافني معنى ثلاث إلله لعماد، طيق أبو رقوف بركي عمله شي شغلي ومحروج منه، وما بده حدا يعرف معك حق ما رحمله، تعرفي حياة؟ هم؟ حميلي الحمام، ما بعرف يام أميل، يام أميل، يام على وشك ليش ما كنت عم تتحماموني؟ كل يوم على أساس أنه أطلع بكرة الصبح، فمطلت الشغلي عشرة أيام، ما بعرف شو صار يعني أميل الحمام، أميل، أميل ، أميل، فلية نعم موسيقى موسيقى شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة